ساكم الله بالخير اليوم السبت وموضوعنا كالعادة سياسي كل سبت صرح الرئيس الإيراني روحاني قبل أيام أن إيران متضررة بشكل كبير من العقوبات الأمريكية وقبله بعدة أسابيع صرح خامني أيضا أن إيران تأن من وطأة العقوبات الأمريكية فإذا كان النظام الإيراني دائما لغة استكبارية ومغرورة وفيها شيء من التعالي فلماذا خضعت إيران هذه المرة وأظهرت لغة الضعف أو تحدثت بلغة ضعف وأظهرت صوت ضعف لم نعهده سابقا فهل آتت العقوبات الأمريكية أو كلها أم ماذا؟ من وجهة نظري أن الإيرانيين أدركوا أن ترامب يريد انتصار إعلامي ليستفيد منه سياسيا فلعبوا معاه هذه اللعبة أعطوا الانتصار الإعلامي حتى يخدم نفسه بهذا الانتصار سياسيا ويتوقف عن المزيد من العقوبات التي قد تضر إيران بدليل أن إيران لا زالت مستمرة بسياساتها التوسعية وتدخلاتها في شؤون دول جوار تصريحها بخصوص جزيرة أبو موسى الإماراتية الأسبوع الماضي وتصريحها بخصوص أو تدخلها بالقضاء البحريني وكذلك توقيعها لعدد من التفاقيات مع سوريا التفاقيات بناء محطات طاقة والتفاقيات تبادل مصرفي والتفاقيات شاملة وكثيرة جدا محاربة إرهاب والكثير من الأمور هذا دليل على أن لها خطة طويلة المدى أو البقاء لفترة طويلة في سوريا أظن أن ترامب أدرك لما وصل إلى سدة الحكم أو أفهم بشكل أو بآخر بأن كسر إيران بشكل نهائي سينهي البعبع الذي يخدم مصالح أمريكا في المنطقة والذي من خلاله أمريكا تبيع الأسلحة لدول الخليج وتتدخل لحماية دول الخليج بمقابل طبعا مادي ومصالح ومن خلاله أيضا تبيع معلومات استخباراتية ومن خلاله تتدخل وتفرض أجندتها ومن خلال هذا البعبع تمكن أوباما من أن يمد نفوذ هذا البعبع ليخيف دول الخليج ويجعلها في خندق واحد مع إسرائيل فيحصل هناك تقارب وانتهاء للمشكلة الأزلية التي تؤرق حتى الأمريكان وهي الصراع العربي الإسرائيلي فينتهي هذا الصراع بالتقارب بين العرب وإسرائيل كون أن لهم عدو مشترك وهو أخطر من إسرائيل وأن إسرائيل تريد تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل وأن إسرائيل أيضا من صالحها أن تكسر أو توقف هذا الخطر يمكن أرجوع لمقاطع سابقة تحدث فيها حول هذا الأمر المهم أن أمريكا حققت مصالح كثيرة في دول الخليج بسبب وجود إيران أظن أن هذه الحقيقة التي ربما يكون ترامب أدركها أو ربما طبعا تدركها مراكز القرار والعدارات الاستخباراتية في أمريكا لذلك حاولوا إقناع ترامب بهذا الأمر صدر تقرير من السياي اي قبل عدة أيام بناء على هذا التقرير صرح ترامب أن السياي اي سدج وأن عليهم العودة لمقاعد الدراسة حتى يدركوا أن إيران هي الأشد خطرا التقرير ذكر أن إيران ليست بتلك الخطورة على المصالح الأمريكية أو ليست بتلك الخطورة بشكل عام وأن كوريا الشمالية أخطر بعدها صرح ترامب ضد السياي اي بهذا التصريح ثم البارحة أمس أعلن ترامب أنه اجتمع بالاستخبارات الأمريكية وأن استخبارات أفهموا أنهم يتوافقون معه بالرؤى وأن ما قرأه ترامب هو تفسير خاطئ من قبل وسائل الإعلام يعني قالوا لنا ما في مشكلة بيننا وبينك احنا نرى نفس ما ترى أنت وأن اللي شفت أنت أو الكلام اللي ما أعجبك هو تفسير خاطئ من وسائل الإعلام فسرت التقرير بهذا الشكل المهم الاستخبارات الأمريكية أو الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بمناسبة في أمريكا العديد من الأجهزة الاستخباراتية يمكن نزيد عددها عن 18 جهاز أهمها وأكبرها السياي اي المهم أن الأجهزة الأمنية لها تاريخ في تضليل الرئيس الأمريكي وهذا حصل أو نتج عنه غزو العراق سنة 2003 في 2003 عندما صرح كولم باول أنه تعرض لتضليل أو تعرض لمعلومات استخباراتية غير صحيحة بناء عليها تم اتخاذ قرار غزو العراق في 2003 المهم أن هذا ما حصل بين ترامب والأجهزة الأمنية إذن هل ربما يكون ترامب أدرك أن كسر إيران ليس من صالح المصائح الأمريكية لما وصل سدة حكم أدرك كذلك أو ربما كان لا يزال هو يريد كسر إيران لكن هناك قرارات أو هناك إرادة لمراكز الاستخبارات بأن تقنع الرئيس بشكل أو بآخر بأن لا يتخذ هذا القرار وأن لا يكسر إيران بهذه الطريقة ونجحوا بالفعل حتى الآن في ذلك لما صدرت العقوبات الأمريكية في نوفمبر الماضي 4 أو 5 نوفمبر وسبقتها ضجة كبيرة سبقتها ضجة كبيرة وتخوف بأن هذه العقوبات ستكون شديدة وهي الأقوى في التاريخ ومش عارف إيش بالنهاية علقت أنا حينها على هذه التصريحات أو هذه العقوبات بأنها ولدت ميتة لأن استثنيت من هذه العقوبات بعض الدول بالإضافة إلى أن هذه العقوبات مفترض أنها وصلت إلى نقطة صفر نقطة صفر أصبحت متدرجة وتتدرج عدة شهور طبعا ارتاحت أسواق النفط حينها وانخفضت الأسعار بنفس اليوم الذي أعلنت فيه العقوبات ذلك لعدم جدية هذه العقوبات حتى الآن لا يوجد دليل على أن إيران متضايقة من هذه العقوبات بدليل على أنها تتحرك بأريحية كما ذكرنا وهي تريد إيصار رسائل تدغدغ من خلالها أو تعزز موقف الرئيس الأمريكي حتى لا تضطر الرئيس الأمريكي ليزيد العقوبات عليها أيضا من جانب آخر نرى أن الأوروبيين تحديدا ليسوا بذلك الاندفاع وقاوموا الانسحاب الأمريكي من الانتفاق النووي 5 زائد 1 ولا يزالون يبحثون عن مخرج ليستمروا بالتبادل التجاري مع إيران وعقد صفقات تجارية مع إيران وبيع إيران طائرات ونقل بعض المصانع والعديد من الشركات الأوروبية تريد أن تنفذ مشاريع في إيران لذلك لجأ الأوروبيون لعمل اتفاق لاستمرار بالاستفادة من هذه الصفقات أو عرض صفقات تجارية مع إيران طبعا خففت أمريكا أو هونت من هذه الاتفاقية وقالت أن هذه الاتفاقية ليست مضرة ولن تدوم أو لن تستمر المهم أن الأوروبيون ليسوا جادين بمواجهة أيضا النظام الإيراني وموقفهم ضعيف منه على الرغم من أن إيران نفذت أكثر من عملية إرهابية في أوروبا منها اغتيال ناشط أحوازي في هولندا ومنها محاولة تفجير تجمع مجهدي خلق في باريس العام الماضي ومنها أكثر من عملية إرهابية إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي موقف صلب تجاه إيران طمعا بأن يستمر مع إيران بالتبادل التجاري وأن يعقد صفقات للاستفادة من الأموال التي كانت مجمدة لسنوات طويلة وأفرجت عنها الولايات المتحدة بعد اتفاق خمسة زائد واحد أو أفرج عنها العالم كله بعد اتفاق خمسة زائد واحد فهم يريدون استفادة من هذه المليارات التي كانت مجمدة بأسرع وقت ربما بعدها يتخذون قرار المهم حتى الآن هذا هو الواضح هذا يثير تساؤل مهم جدا هل أموال إيرانية أهم من أمن أوروبا مما يجعل أوروبا تضحي بأمنها طمعا بهذه الأموال وهل الاقتصاد الأوروبي الضخم بحاجة لبعض المليارات الإيرانية هل هناك شبح إفلاس يهدد أوروبا وستنقذه هذه الأموال الإيرانية حقيقة أسئلة مثيرة ومثيرة جدا تثور بسبب الموقف الأوروبي الناعم من الإرهاب الإيراني وتساهل الأوروبيون من الإرهاب الإيراني طمعا بالأموال والصفقات الإيرانية أو مع إيران لا أجد لها تفسير غير ذلك ولا أعلم حقيقة عجز الاقتصاد الأوروبي الذي يجعله يحتاج للمال الإيراني المجمد منذ عشرات السنين منذ عشرات السنين ولا أدري كم يبلغ حقيقة تحديدا لكن أسئلة تثار بشكل غريب أو بسبب الموقف الأوروبي الغريب من الإرهاب الإيراني إذن الخلاصة ليس هناك جدية من أمريكا ولا من الغرب لكسر إيران ربما هناك لي ذراع إلى حد ما لكن كسر إيران ليس من صالح الغرب ولا أمريكا تحديدا لأنها مثل ما ذكرنا هي البعبع الذي يجعل دول خليج بحاجة دائما لإيران وهي البعبع الذي بسببه تقاربت بعض دول خليج مع إسرائيل إذن هذا البعبع يحقق مصالح وليس له عداء مباشر ولا حتى غير مباشر مع المصالح الأمريكية في المنطقة حتى الإرهاب الذي يمارسه الإيرانيون في أوروبا هو يستهدف المعارضين الإيرانيين في أوروبا ولا يستهدف المصالح الأوروبية هو يتجاوز مسألة واحدة فقط يتجاوز السيادة على الأراضي الأوروبية فقط إذن يمكن غض النظر عنه لأنه لا يمس مصالح الأوروبيون بشكل مباشر إذن ليس هناك كسر لإيران وليس هناك عقوبات جادة تؤدي إلى كسر إيران وإنما هناك محاولة لامتصاص غضب دول الخليج والاستفادة من هذا الموقف والتقارب أكثر مع دول الخليج وبيع أسلحة أكثر دول الخليج مقابل هذا الموقف الذي سيبرد مع الوقت وسينتهي وستعود حليمة لإيران إلى عادتها القديمة وهي التدخل في شؤون دول جوار لأن هذا التدخل يخدم مصالح الغرب ويبيع أسلحة أكثر ومعلومات استخباراتية ويجعل لتدخلهم أهمية قصوى لدى دول الخليج كل كلام اللي تحدثنا عنه سابقا هو حول ما يريده ترامب ترامب يريد أن يضيق على إيران ترامب يريد أن ينهي القوة النووية الإيرانية ترامب يريد وترامب يريد تبين الآن أن ترامب قد لا يدري ما يريد أو قد تكون إرادة مخالفة للمصالح الأمريكية أو قد يكون لا يستطيع تحقيق ما يريده لأنه يتصادم على المصالح العليا الأمريكية إذن الواقع هو ما يحصل الآن وليس ما يريده ترامب ترامب حقق الكثير مما يريده في العديد من الملفات لكن ليس كلها ولا يستطيع تحقيق كل شيء وفق إيرانته وإنما تحدد ذلك المصالح العليا الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر